يوم الخميس الماضي حول صندوق النقد الدولي للدول اللبنانية حقوق وحدات السحب الخاصة بها التي تبلغ قيمتها الاستبدالية بمليار و 135 مليون دولار أمريكي تم تحويلهم للدول اللبنانية وأضعوا بمصرف لبنان إلا أن هذه المبالغ ولو أضعت بمصرف لبنان تبقى ممكن للدول اللبنانية منشير أن صندوق النقد الدولي أنشأ هذه الوحدات بالعام 1969 وكانت مربوطة بنظام بريتل مودز لأسعار الصرف السابتي اللي كانت تتحدد قيمة الوحدة بالدهب وكانت تساوي كل وحدة 0.888 جرام من الدهب سقط هذا النظام بالعام 1973 وتم تعريف هذه الوحدات على أساس سلة من العمولات هي الدولار والجنال السترليني واليان الياباني ولاحقاً الأيرو والعام 2015 تم اعتماد اليوان الصيني هذه الوحدات منها استحقاء على الصندوق ومنها نقد سائل ليست نقد سائل إنما قد تشكل مطالبة على أحد العمولات المعتمدة من كبر صندوق المقد يلي عددناها قبل شوي الدولة اللي بتستحصل على هذه التوزيعات بحق إلا تجري ما بينها وبين الدولة عضو أخرى عمليات لموجة اتفاقية سنائية تسكر فيها دان تجري حقوق أو تجري عمليات كما لها أن تسكر فيها مثلاً فوائد قروض استحصلت عليها من صندوق النقد أو تسكر تسدد أساس هذه القروض بيبقى لألة كمان أن تزيد عضويتها بصندوق النقد في حال قرر ذلك يعني بتقدر تحطوهم وتستفيد منهم بمجمل العمليات التي تقع ما بينها وبين صندوق المقد من بهمنا نفيد أنه صندوق النقد لغاية اليوم أجرى أربع توزيعات عامة على كل الدول الأعضاء كان أولاً بسنة 1970 إلى 1972 ومن بعدها من سنة 1979 إلى 1981 وبال2009 والتوزيع الراهني اللي هو الأعلى قيمة من بين كل التوزيعات كمان بيحق له يجري توزيعات خاصة وأساس نائية تمامها بسبتمبر 2009 وممكن يعطي للدول التي تشارك بإدارة هذا القسم الخاص لديه بتوزيعات خاصة كمان الدولة اللبنانية استفادت عام 2009 من قرار مجلس محافظي صندوق النقد اللي منح 54 دولة إمكانية أن تزيد وحدات حقوق السحب لديها صدر قانون كلا فيه وزارة وزير المالية بالتسديد لصندوق النقد ودفع 25% نقد أجنبي و75% سند إسمي لأمر الصندوق على الدولة اللبنانية يدفع وبالطلب منه أما لإليت هذه الصرف هذه الوحلاتات التي استبدلت بالنقد بالدولار الأمريكي وأوضعت بمصرف لبنان لحساب الدولة اللبنانية ممكن جدا أن تستفيد الدولة وتحقق غاية اقتصادية عظمة من خلال هذه المبالغ وتسدد ديون وبنفس الوقت تحفظ الأقتصاد من خلال عنصر بسيط وهو تسدد تدفع للمدعين أموالهم بعملة العقب ممكن أن تجري اتفاقيات ما بين الدولة والمصارف تحدد بمجابها أن تقوم الدولة اللبنانية بأن تحول هذه المبالغ لحساب المدعين على شرط أن يتم استخدامها من قبلهم بعملة العقب هذا الأمر بيؤدي لسددين ولتحفيز الاقتصاد وللجم التضخم والأهم بيؤدي لتقهكر السوء السوداء خلافا لما نعيشه اليوم اشتركوا في القناة